اشتركوا في القناة صلى الله عليه وسلم ونزل قول الله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كما أنعمنا عليكم باستقبال الكعبة أرسلنا فيكم رسولا منكم محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل والهدى من الضلال يتلو عليكم الآيات الدالة على توحيد الله وكمال صفاته وأسمائه ووجوب الإيمان به ويتلو عليكم الآيات الدالة على وجوب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه ويزكيكم ويطهركم من دنس الشرك إلى التوحيد من الرياء إلى الإخلاص من الكذب إلى الصدق ومن الخيانة إلى الأمانة ومن الكبر إلى التواضع ومن التباغض إلى التحاب ويعلمكم الكتاب وهو الكرآن الكريم والحكمة وهي السنة النبوية المشرفة وما فيهما من أحكام وشريعة وعقيدة وفقه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من أخبار الأنبياء السابقة ومن قصص الأمم السابقة واللاحقة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من علوم الدنيا والدين اللهم صلي وسلم وبارك على أشرف الخلق وأكرم الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عدد ما ذكره الذاكرون أو غفل عن ذكره الغافلون كل نعمة بداية وبداية النعمة كانت بدعوة من أب الأنبياء إبراهيم عليه السلام فبعد أن فرغ إبراهيم عليه السلام من رفع القواعد من البيت وإسماعيل توجه إلى الله بهذا الدعاء ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم كما أرسلنا فيكم من المقصود بكلمة فيكم المقصود بها المسلمون والعرب وأهل مكة ولماذا فيكم وليس لكم لأن لكم تفيد الحصر والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل فيكم وفي غيركم من الأمم فحق لنا أن نتباهى بين الأمم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين فينا فيا له من شرف عظيم ويا له من مجد لا يعدله مجد كما أرسلنا فيكم رسولا منكم تعرفون أصله الكريم ونبتته الطيبة وسيرته العطرة ورسولا منكم يتحدث إليكم بلسانكم ولغتكم اللغة العربية فتفهمون قصده بسهولة وتدركون ما في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من إعجاز وحكمة ورسولا منكم عرفتموه قبل بعثته بالصدق والأمانة ولقبتموه بالصادق الأمين فما كان له أن يصدق معكم ويكذب على الله عز وجل ورسولا منكم عرفتموه أمي لا يقرأ الكتب ولا يكتب الشعر فمن أين له بهذا الوحي الذي تنزل عليه من السماء بأشياء ليست في قدرة البشر ورسولا منكم من العرب من أهل الفصاحة والبلاغة والبيان وها هو القرآن يتحداكم فهل تقدرون أن تأتوا بمثل القرآن أو بمثل عشر صور من القرآن أو بمثل صورة واحدة من القرآن ورسولا منكم حريص على هدايتكم إلى الحق وإلى الإسلام ورسولا منكم يعيش بينكم فيعرف الفقير والمحتاج واليتيم فيساعد الفقير ويعطف على المحتاج ويمسح على رأس اليتيم وما كان للعرب أن يتبعوا رسولا يبعث إليهم من غيرهم لما عندهم من عزة فطرية فكانت رحمة الله عز وجل بهم فأرسل فيهم رسولا منهم يتلو عليكم آياتنا كما تلاها جبريل عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم آياتنا على خير وأكمل وجه فتتلوه وتحفظوه وتحفظوه لغيركم يتلو عليكم آياتنا لتتلوها مع أزواجكم وأطفالكم في بيوتكم وتتلوها مع أهلكم وأصدقائكم في كل مكان وعجبا لمن يشتكي من فساد البيوت وسوء أحوال الأولاد وهو يوفر لهم جميع المكاومات المادية ولا يتلو معهم آيات من القرآن فإذا تلون القرآن حق تلاوته تصبح النفوس مهيئة للتسكية والتسكية تحتوي على قسمين تطهير وتنمية وما الإنسان إلا بدن وروح فيجب عليه أولا أن يطهر البدن من النجاسات الحسية والمادية ثم بعد ذلك ينميها بالوضوء والطهارة والاختسال ثم نأتي بالنفوس فنطهرها من الشرك والكفر والمعاصي والسيئات والشهوات ثم ننمي هذه النفوس بالإيمان والهدى والطقوى والأعمال الصالحة ومكارم الأخلاق فالأرض كي تكون صالحة للزراعة لا بد أولا أن تنقى من الحشائش والطفيريات الضارة وأن تحرث جيدا وأن تعرض لأشعة الشمس ثم تصبح بعد ذلك قادرة على الإنبات وأبلغ عبارات تدل على معنى التسكية قالها الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه للنجاشي ملك الحبشة فقال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليطهرهم وينقيهم ويزكيهم من كل شر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أتدري أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق وما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق وبعد تمام تسكية النفوس تصبح مهيئة لتلقي العلم والمعرفة ويعلمكم الكتاب والحكمة والكتاب هو القرآن الكريم والحكمة هي السنة النبوية المطهرة والكرآن والسنة متممان ومبينان ومفسران لبعضهم البعض والحكمة في اللغة معناها وضع الشيء في موضعه أما إذا اقترنت الحكمة بالكتاب فمعناها السنة النبوية المطهرة على أرجح الأقوال والسنة النبوية الشريفة تشمل كل الأقوال والأفعال وما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم وما ندب إليه أو سكت عنه وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم الكرآن وقال خيركم من تعلم الكرآن وعلمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من أخبار الأنبياء وقصص الأمم ومن الأحكام والشرائع ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من علوم الدنيا والدين وهكذا تحول العرب من أمة أمية إلى أعظم أمة وأعظم حضارة على وجه التاريخ جزاكم الله خيران